اشترك في قناة ريوش تيفي وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد اولا باول لا يمكن لاحد ان ينكر ارتباط الطبيعة بالانسان فكما تؤثر الابراج الفلكية على شخصياتنا تؤثر الفصول الاربعة على طباعنا وصفاتنا ايضا لذلك تابعوا معنا هذا الفيديو لتكتشفوا اسرار شخصياتكم وصفاتكم الايجابية والسلبية بحسب الفصل الذي ولدتم فيه لكن قبل ذلك لا تنسوا ان نقر على زر الاعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ومشاركة رابط الفيديو مع الاصدقاء اكتشف شخصيتك من الفصل الذي ولدت فيه مواليد فصل الربيع يعتبر مواليد فصل الربيع من اكثر الاشخاص الذين ينبضون بالنشاط وحب الحياة والرغبة في خوض كل ما يتسنى لهم من تجارب جديدة فان كنت من مواليد هذا الفصل فانت حتما شخص نشيط تكره الكسلة والخمول وتندفع دوما للقيام بواجباتك على اكمل وجه لهذا السبب ستضمن النجاح والتألق في اعمالك خاصة تلك التي تتطلب سرعة ومهارة ولن يتوقف تألق شخصيتك على المجال العملي وحسب بل ان ابتسامتك الرقيقة التي لا تفارق وجهك ستجعل منك انسانا اجتماعيا من الدرجة الاولى بحيث تجيد فتح الاحاديث الممتعة مع من حولك من دون ان تشعرهم بالملل لذلك سيعجب بك كل من يلقاك وسيتأثرون بشكل جيد بشخصيتك المتفائلة والايجابية اما بالنسبة للجانب السلبي من صفاتك فانت دائما ما تكون مترددا وغير قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة بالاضافة الى انك لا تجيد التخطيط للمستقبل ولا تفكر الا في الوقت الحالي الذي تعيشه لهذا السبب سيكون من المحتمل ان تتورط في مشاريع قد لا تكون قادرا على الالتزام بها لاحقا اما بالنسبة للالوان المفضلة لمواليد فصل الربيع فهي الالوان الهادئة المتمثلة بالازرق السماوي والوردي والاخضر الفاتح مواليد فصل الصيف ان كنت من مواليد فصل الصيف فهذا يعني انك شخص هادئ وبارد الطباع ودائما ما تميل لاخذ الامور ببساطة وعقلانية بعيدا عن اي انفعال او رد فعل سريع قد يفسد علاقتك بمن حولك كما ان اللطفة هو اكثر ما يميز تصرفاتك ويجعل منك انسانا محبوبا من قبل الجميع وبسبب هدوئك ودبلوماسيتك في التعامل ستنجح في ان تبقى طرفا مسالما بحيث تتجنب الدخول في مشاكل مع الاخرين وتضمن عدم وجود اعداء لك وعلى الرغم من انك ذو شخصية حكيمة وتفكير منطقي وعقل مدبر ينقذك من المواقف المحرجة التي قد تتعرض لها الا انك في المقابل تعجز عن التعبير عما يجول في ذهنك من افكار او عما يتحرك في قلبك من مشاعر لهذا السبب ستكون بالنسبة للاخرين لغزا يصعب حله حين يتعلق الامر بالمشاعر واسرار القلب لا يمكن لاحد ان ينكر انك شخص موهوب ومتميز في هواياتك الا ان خجلك وانطوائيتك قد يؤثران عليك بشكل سلبي ويمنعانك من التعبير عن الجانب الموهوب من شخصيتك امام الناس وبالرغم من صفاتك البريئة لا بد من وجود جانب مظلم في شخصيتك الا وهو انك عنيد للغاية ولا يمكن ان تقتنع بسهولة بما يقوله لك الاخرون بالاضافة الى انك حساس جدا لدرجة تمنعك من تقبل المزاح في بعض الاحيان لتدخل في نوبة مفاجئة من تعكر المزاج ان تفوها احدهم بما يزعجك اما بالنسبة للالوان التي تفضلها فتتجلى في الالوان الداكنة كالازرق الغامق والبنفسجي والاحمر القاتم مواليد فصل الخريف يعتبر مواليد فصل الخريف من اكثر الاشخاص الناجحين في مجال الاعمال وذلك بسبب شدة تقيدهم بالمواعيد وميلهم لتوفير الوقت من خلال تنفيذ اكثر من عمل في وقت واحد لهذا السبب فان كنت من الاشخاص المولودين في هذا الفصل فانت محظوظ جدا لكونك شخصا عمليا وناجحا على الصعيد المهني قد يتهمك الناس انك شخص متسلط يحب املاء الاوامر على غيره لكنك في الحقيقة بارع جدا في اعطاء النصائح التي تبنيها على تجاربك الشخصية بالاضافة الى قدرتك الخارقة على اتخاذ القرارات في حياتك واختيار الافضل دوما ولا ننسى انك جدير بالثقة وتسعى دوما لتلبية لدى استغاثة الاخرين ومساعدتهم في حل مشاكلهم اما بالنسبة للصفات السلبية التي قد توجد في شخصيتك فانتبه لكونك سريع الغضب وغالبا ما تتهور وتتفوأ بكلمات قد تندم عليها لاحقا وبما انك ترغب بتوجيه الملاحظات والنصائح لمن حولك فقد تكون كلماتك في بعض الاحيان قاسية وجارحة لهذا السبب لن تنتبه لوقع كلماتك القاسي على مسامعهم ولن تراعي مشاعرهم حين يتعلق الامر بتوجيه الانتقادات ولكن بالرغم من صراحتك الجارحة الا ان لك قلبا ذهبيا لا يعرف الحقد او الكره ويتمنى الخير للجميع اما بالنسبة للالوان المفضلة لك فهي محصورة بين تدرجات اللونين الاخضر والبرتقالي كما انك تعشق اللون الذهبي مواليد فصل الشتاء ان كنت من مواليد فصل الشتاء فانت اذا تميل لقضاء اوقاتك داخل المنزل الدافئ برفقة افراد العائلة ولا تهتم كثيرا للخروج من المنزل وقضاء بعض الوقت برفقة الاصدقاء بهذا السبب قد تحمل في صفاتك بعض الخجل الذي سيجعل التواصل مع الناس والتعرف على اشخاص جدد امرا في غاية الصعوبة بالنسبة لك لكن هذا لا ينفي انك صاحب شخصية قوية وتثق كثيرا بنفسك وبقدرتك على تحويل احلامك الى حقيقة لذلك ستتمكن دوما من تجاوز اصعب التحديات والمشاكل التي تواجهك وستثبت جدارتك وقدرتك على النجاح والتميز بالاضافة الى انك تمتلك جانبا انسانيا عظيما يدفعك لمساعدة الاخرين ومواساتهم ورسم الابتسام على وجوههم في كل وقت الا انك في المقابل تتصف ببعض الطباع السيئة فانت كثير الشك بمشاعر الاخرين اتجاهك وتجد صعوبة في تصديق اقوالهم وذلك بسبب شدة حرصك على سلامة قلبك من الاذى والخيانة وغالبا ما تكون ذي نظرة متشائمة في الحياة بحيث لا تستطيع توقع الافضل وتخشى دوما من المستقبل المجهول اما فيما يخص الالوان المفضلة بالنسبة اليك فانت تميل الى حب الالوان الواضحة كالاسود والابيض كانت هذه هي شخصياتنا بحسب الفصول التي ولدنا بها قدمناها لكم من قناة ريوش تيفي اكتبوا لنا في التعليقات في اي فصل من الفصول ولدتم انتم وما رأيكم بما يقوله تحليل الشخصيات عنكم اذا اعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا ان نقر على زر الاعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ومشاركة رابط الفيديو مع الاصدقاء اما اذا اردتم مشاهدة المزيد فاختاروا احد الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة امامكم الان اشتركوا في القناة